النهاردة كافتن واقل نادي الزمالك كسب اتنين واحد أهل كأول مجموعة ملامح الانتصار النهاردة وهل فيه أي دلائل فنية إيجابية متأمناك الزمالكية وعلى فرق اتنائي الزمالك مع مدير الفني جديد خلال فترة جاي أو لسه شوي لا فيه بودر فيه بودر كويس وأنا حتى معك قلت الموراة الإسماعيلي رغم أن الزمالك مكسبش لكن هو كان الأفضل كان فيه شكل معقول الزمالك ضيع الزمالك استحوس حتى الشوت تاني بالذات في مباراة الإسماعيلي النهاردة لا فيه حاجة فيه استحواز كويس فيه تقارب خطوط فيه كرة سهلة فيه فرص تخلقت فيه أهداف فيه تجارب في التشكيل النهاردة بتتكلم على خمسة تغيروا عن مباراة الإسماعيلي فالنهاردة فيه شكل لنادي الزمالك فيه حرية للأربعة اللي هما اللي بلعبوا في قدام اللي هو كان أوباما وصفة شربي ونصر مير وزيزو فيه ثبات لاتنين الديفندرات اللي ما حدش خد باله ايوا فيه حرية للاتنين البكين يعني هو مسبت لاتنين الديفندرات كان مسبت دونجا ومسبت محمد أشرف روقة حيث ان هما سبتين هما اللي بيحلوا هما اللي بياخدوا الكرة التانية هما اللي بيفكوا كل حاجة ومد حرية لعمر جابر ونمار النهاردة لعب مصطفى شلبي وانا قلت لك يمكن المرة اللي فاتت الزمالك ما كانش مستحمل عبدالله السعيد وشيكبالة ما كانش مستحمل وكان أوباما فالنهاردة وانا قلت لك مصطفى شلبي لو موجود يلعب طبعا ده ما يقللش من شيكبالة على فكرة شيكبالة لعيب كبير جدا جدا يا جماعة وحرف قوي بس شيكبالة برضو انا بقول شيكبالة مش بتاع تسعين دقيقة شيكبالة بص يعمل لك واحدة يجيب لك هدف يعمل لك سروباس لكن هم مش فايتر يعني مش هيعمل مجهود مصطفى شلبي ولا هيعمل مجهود زيزو بحكم السن بحكم السن مش بحكم الفنيات عشان الناس بس بتعلق على الحاجات دي حط النهاردة عمر جابر باكليفت اه وانا قلت لك من حظه الحلو المباراة اللي فاتت انه نضاية صاب لانه هو مش باكليف مكانش كويس مكانش كويس خالص خلينا صراحة فقولنا المدارب كان معاكب بيك يا باكليفت في تدريبات ومدارب الودية هرجع اقول لك تاني التدريبات والماتشات الودية مختلفة لالتدريب والماتش الودية ما فيهوش ضغط تمام اه ما فيهوش خص بمستوى الخصم اللي انت بتلعبه في الدورة الممتاز لان انت لما بتيجي تلعب ماتش ودي ما احترام الفرق اللي لعبها بص لعب مين اه لما تيجي الماتش الرسمي مع ثلاث نقاط مع ضغط وتلعب لإسماعيل في إسماعيلية اعتقد الامور بتبقى صعبة طبع هيبان مستوىك الحقيقي طبع فهو بان على نضاي هو شكل نضاي ان هو مش باكليفت اه فكان مفروض كان عمر جابر ونمار زال النهاردة اه او كان دخل مساك وخرج المسلوسي برا صح باكريت اه فهو النهاردة الدنيا اتعدلت اتعدلت اه حتى النهاردة عمر جابر كان كويس جدا مظبوط في الباكليفت وعمل هدف الاولاني بشكل رائع اه فانت النهاردة بتتكلم لا فيه شغل النهاردة معمول فيه شغل كان معمول بين نمار وزيزو ومعهم اوباما ناصر مانسي النهاردة تفوق على نفسه جاب هدفين رغم ان هو ضيع هدف سهل لكن انت بتتكلم على فرود لما يروح ثلاث مرات يجيب هدفين